بعد يومين فقط من حشود عسكرية أمريكية قبالة الحدود التركية المواجهة لمنطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية يستمر التصعيد على جانبي الحدود مع قصف شنته المدفعية التركية اليوم استهدف مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية المنضوية في قوات سوريا الديمقراطية في عفرين وذلك لأنها قصفت مواقع للجيش السوري الحر في ريف حلب وفق الجيش التركي دخان التصعيد بدى واضحا أيضا مع إرسال أنقرة تعزيزات لقواتها في ريف حلب لسيما قرب إعزاز في محيط تمركز المسلحين الأكراد تصعيد يأتي قبل أيام قلائل من بحث اتفاق مناطق التهدئة في العاصمة الكزخية أستانا تختلف المصالح فتشتعل الجبهات هكذا يمكن تلخيص المشهد شمال سوريا فالجيش التركي قصف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة قرب مدينة عفرين قصف قال الجيش التركي إنه جاء ردا على إطلاق قوات سوريا الديمقراطية النار على مقاتلين من الجيش السوري الحر الذي تدعمه أنقرة قرب قرية أعزاز كما ذكرت وسائل إعلام تركي أن الجيش التركي عزاز وجوده في المناطق التي تسيطر عليها فصائل في المعارضة السورية والتي تدعمها أنقرة تعزيز يأتي في وقت تواصل فيه قوات سوريا الديمقراطية تقدمها في مدينة الرقة من الجهتين الشرقية والغربية فقرار دعم هذه القوات صراحة بهدف السيطرة على الرقة أعلنت عنه الولايات المتحدة بداية الشهر الجاري مما أثار غضب تركيا وتوجى القرار الأمريكي بزيارة المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة داعش بريت ماكروك إلى مدينة عين عيسى في محافظة الرقة ولقائه مع المجلس المحلي الذي يتوقع أن يتولى إدارة الرقة بعد طرد داعش ومع احتدام المعارك في محافظة الرقة أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 170 مدنياً قتلوا الشهر الجاري في عمليات برية وجوية ضد داعش ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع الاهتياطات المناسبة لحماية المدنيين مقدرة عددهم بما لا يقل عن 100 ألف شخص لا يزالون محاصرين في الرقة معنا الآن من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد نزار عبدالقادر مساء الخير عميد عبدالقادر مرحباً بك معنا من جديد نتحدث عن تصعيد جديد على ما يبدو خطوة تركية ميدانية قصف لمواقع لقوات وحدات حماية الشعب وهي العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية التي تحارب في عدة مناطق خاصة في الرقة الآن ما الذي تهدف إليه تركيا من هذا التصعيد برأيك؟ أنا أعتقد بأن تركيا تحاول دائماً أن تقول بأنني هنا وأنا أسيطر الآن على قطاع في ريف حلب الشمالي يمتد من جرابلوس إلى عفرين ولن أقبل أبداً بأي تحرشات تركية من قبل الجيب الموجود في كردية من قبل الجيش الموجود في عفرين وإذا كنت لم أتمكن بضغط أمريكي من الذهاب إلى منبيج واجتياز نهر الفرات نحو الشرق للمشاركة في عملية الرقة فإنني سأكون بالمرصاد دائماً للجماعات الكردية والتي من المعروف أن تركيا تتهم هذه الجماعات بأنها رهابية ولذلك فهي تثير مع الأمريكيين دائماً هذه المشكلة وتترصد بهم وتوقع بهم ومن الملفت تماماً بأن التحرش شبقاً لوكالات الأنباء الدولية من قبل الأكراد الموجودين في عفرين قد حدث بواسطة أسلحة متوسطة أي رميات مباشرة بالرشاشات وردت عليها التركية باستعمال مدفعيتها الثقيلة من عيار 155 وهذا يؤشر إلى مدى حرص تركية على إثبات وجودها العسكري من جهة وأعلان موقفها السياسي الرافض حتى الآن للسياسة التي تشجعها الولايات المتحدة والتي تؤازر إلى حد كبير قوات سوريا الديمقراطية ومع وحدات حماية الشعب الكردي الواي بي جي وتمدها أيضاً بالسلاح الجديد وذلك تحت سطار وعنوان أن هذه الأسلحة ستكون بأمثل حاجة لها هذه القوات للقتال داخل الرقة وهنا يعني تتخبط بالواقع على ردود الفعل الأمريكية على التساؤلات الكردية فطوراً يقول وزير الدفاع ماتس بأن أمريكا ستستعيد هذه الأسلحة عندما تنتفي العاجة لها وفي مرات عديدة أخرى يقول بأننا قد نعطي بعد معركة الرقة مزيد من الأسلحة للأكراد يعني هنا المشهد في سوريا يظهر ما حدث في ريف حلب الشمالي بين الأتراك والأكراد الآن يعني يظهر إلى أي مدى الوضع بات معقداً في سوريا وهذه الحروب بالوكالات وأنا بالواقع في دراسة مؤخرة نشرتها عددت أكثر من 12 حرباً يعني بين أفريقاء مختلفين مع بعضهم البعض على الأرض السورية ولذلك يعني حتى عندما نتحدث في أستانا عن قيام مناطق يعني شبه منزوع السلاحة أو آمنة والحديث عن تخفيف أعباء اللاجئين وعادتهم يعني بالواقع هذا ذر رماد في العيون ولا أرى بأن ذلك ممكن إلا إذا اعتبرنا أن كل فئة أو قوة إقليمية أو قوة داخلية أو دولية تسيطر على جزء سواء في الجنوب أو الشمال أو الشرق هي ستقيم كونتونها وتسميه منطقة آمنة يعني على حساب وحدة الشعب والتراب السوري نعم عميل عبدالقادر هناك أيضاً أنباء على أن تركيا تعتزم إقامة قاعدة عسكرية في منطقة جبل الشيخ في محافظة إدلب وهذه منطقة يعني مشرفة ومطلة بالتحديد على منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد هل برأيك هناك نية للأتراك لمهاجمة عفرين أو للقيام بعمل عسكري كبير في تلك المنطقة يعني هوني بدنا بدنا نقرأ يعني في الغيب هل نقرأ نحن أو من التحليل يعني إذا بتريد نقول بأن تركيا تود بالواقع عن توني هذا الجايب في عفرين ومن مصلحتها القيام بذلك وإذا أقامت قاعدة لها في إدلب في محافظة إدلب فهذا يعني بأنها قد طوقت عفرين من الجانبين أي من جانب من جهة أعزاز يعني والباب شرقا ومن جهة إدلب غربا وأنا أعتقد بأن العسابات التركية ستقوم يعني على أساس ما هو موقف الدولتين العزميين الموجودتين الآن على الأرض السورية يعني سواء روسية ما هو الرد فعل الروسي إذا قامت تركيا بذلك وما هو رد الفعل الأمريكي لقيام تركيا بذلك هل هل في غمرة الأحداث وتسابق الأحداث أثناء معركة الرقة وبعدها دير الزور وما يجري في بادية الشام هل يمكن أن تستفيد تركيا من هذا التزاحم وهذا التنافس الروسي الأمريكي وانشغالهم في معارك أخرى في مناطق من شرق وجنوب سوريا يعني بالواقع هناك علامة استفهام كبيرة ولكن يدرك التركي بالفعل بأنه في حال رفض أي من الدولتين العزميين لهذه المغامرة التي يمكن أن تخذها تركيا من جديد داخل سوريا يعني لا سيكون هو العنصر المؤثر على القرار التركي وأنا أعتقد أن الأمريكيون سيكونون حريصين جدا على منع حدوث ذلك لأنهم كما نعلم يعني هم ملتزمون منذ البداية بتأمين كل الدعم اللازم للأكراد السوريين وأيضا إذا لازم الأمر أنا أعتقد سيهبون لحمايتهم يعني سواء من خلال الضغط سياسيا وعسكريا على تركيا أو من خلال القيام بعمل عسكري ما لذلك أنا أعتقد بأنه يعني ستكون هذه مغامرة كبيرة ترتكبها تركيا إلا إذا إلا إذا اتمأنت على الأقل بأن الدولة العظمى الأخرى التي هي روسيا يمكن أن تؤذرها أو تسكت عنها في هذا الموضوع سكوتا تاما قد يكون ذلك بالفعل عميد عبدالقادر أنه روسيا قد تغضي الطرف عن هذه المسألة ولكن واضح أن الولايات المتحدة كما أشارت التي استثمرت الكثير في قوات سوريا الديمقراطية وتعول عليها الكثير ميدانيا يعني ربما لن تصمت عن هذه التجاوزات أو هذه الممارسات التركية في الميدان وبالتالي يعني واضح أن الأمريكيين لا بد أن يعطوا إشارة في وقت من الأوقات بأن هذه المسألة لن تمضي أكثر من ذلك فيما يتعلق بالتحرشات التركية بهذه القوات إلى أي مدى برأيك الأمريكيين يعني الآن يتخبطون إلى حد ما في تحديد أين هو هذا الخط الفاصل بين ما هو مقبول من ممارسات تركية وما هو غير مقبول يعني السياسة الأمريكية في سوريا بالواقع تحاول أن تحقق أهدافها وأن تكسب وقت يعني في موضوع تفجير التناقضات التركية الكردية يعني دائما تحاول كسب الوقت من خلال القيام بتصريحات معينة لمسؤولين كبار أو من خلال زيارات يقوم بها سواء وزير الخارجية أو وزير الدفاع الأمريكي إلى تركيا من أجل تهديئة الخواطر نحن نعلم بأنه يعني عندما ضغطت الولايات المتحدة لمنع القوات التركية من الاقتراب من منبج والعبور يعني إلى شرق نهر الفراد ومن خلال زيارات ديبلوماسية ومن خلال ضغوط يعني ومصائح وقد يكون مكافآت مستورة لتركيا من قبل أمريكا قد نفذت تركيا يعني ما سعت إليه الولايات المتحدة لمنع احتلال منبج والآن يعني أعتقد بأنه يمكن اعتماد نفس المقاربات والمناورات السياسية والديبلوماسية ومن أجل إرضاء تركيا أو دفعها إلى تعجيل مثل هذه العملية إلى حين يعني انقشاع الأوضاع وخاصة انتهاء معركة الرقة والتي يعول الأمريكيون بالواقع الكثير عليها لأنها هي المؤشر على مدى يعني نجاح سياسة ترامب وفريقه الجديد في اعتماد الاستراتيجية العسكرية الجديدة في سوريا في محاربة الإرهاب وعلى الأقل احتلال العاصمة المفترضة لتنظيم الدولة الإسلامية وإذا لم تفعل ذلك أو أتخار ذلك فإن هذا سيطرح تساؤلات كبيرة عن مدى جدية ومدى فعالية يعني الاستراتيجية الأمريكية حتى إذا حددت فقط بموضوع الحرب على الإرهاب أي الحرب على داعش في منطقة الرقة ومن بعدها قد يكون دير الزور لذلك من المهم جدا أن تسارع الولايات المتحدة وأن تقوم بالجهود الممكنة من أجل إقناع الأتراك لتأجيل هذا الموضوع وعدم فتح جبهة بالواقع تأتي برياح ضارة جدا لكل المناورة الأمريكية في سوريا والاستراتيجية الأمريكية على المدى الطويل في سوريا وقد تؤثر أيضا على الاستراتيجية الأمريكية في العراق في نفس الوقت شكرا جزيلا لك العميد نزار عبدالقادر الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من بيروت